ياهل والله بالجميع معاكم الوجيه كاف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية حياك الله يا عزيزي القرصان حياك الله يا عزيزي الأدميرال حياك الله يا عزيزي الثائر وربي 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 منور يا شيخ زي كل مرة كل مرة انت منور أطول عليكم في المقدمة فصل ناري شراري خلاني أقعد متنكد أنا جاي من جدة أمس وأنا منفس وجيت أقرأ الفصل على أمل أني أنتعش شوية نفس زيادة بس مش غلط أنت في عالم وان بيس ما أنت في عالم فلة والأقزام السبعة فعلى السريع يا جماعة وقبل ما نبدأ في نقاش الفصل الجديد من مانجا وان بيس أو الفصل 1888 اسمحوا لي أذكركم بالهرجة اللي كل مرة أذكركم فيها لا أكل الفيديو لو أعجبكم أبولنا لايك ترى دعم مرة كويس للقناة والفيديو اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات وتعالوا تابعونا على المواقع تواصل اجتماعي والدسكورد وتويش ترى عندنا بثوث شبه يومية نتابع فيها نميات على تويتش وعندنا كمان بثوث أسبوعية لفصول مانجا وان بيس نتابعها مع بعض فتعالوا هناك علشان نتناقش ونسولف في الأشياء ايش في وقت لاحظي والحساباتي كل شي رح تلاقوه موجود في صندوق الوصف غير كذا عزيزي القرصان اطلع على ظهر سفينتك وافتح أشريعتك ودع الموسيقار يعزف لك والطباخ يطبخ لك والسياف يحمي ظهرك وهيا بنا نبحر في الفصل 1088 من مانجا وان بيس الفصل 1088 يا جماعة بعنوان درس أخير من عنوان الفصل تحس انه في بقعة أخيرة صايرة اودا افتتح الفصل 1088 من مانجا وان بيس بسؤال السؤال هذا يضع المتابع وجميع من طرح عليهم السؤال في معظلة أخلاقية نفس السؤال لو فاكرين في سؤال كان ينطرح كده بين فترة وفترة لو انك راكب شاحنة طبعا ذا سؤال فلسفي طرح واحد الفلسفة زمان لو انك راكب قطارة وراكب شاحنة أو سيارة وين كان وصار أمامك طريقين الطريق هذا في شخص واحد والطريق هذا في خمسة أشخاص والفرامل عندك خربانة بتروح تصدم الشخص الواحد ولا تصدم الخمسة الأشخاص هل قيمة حياة شخص واحد أغلى من خمسة أشخاص ولا قيمة خمسة أشخاص أغلى من حياة شخص واحد ولكن ما علينا من هذا السؤال يا جماعة خلونا في سؤالنا اللي طرحوا أودا لأن الجواب على هذا السؤال ما فيه شيحة ميان هو سؤال فقط يضعك كده في معظلة أخلاقية ويحاول يحلل طريقة تفكيرك عموما أودا في بداية الفصل 1088 طرح هذا السؤال إذا صادف أحدكم عجوزا وطفلا رضيع في جزيرة يملأها الوحوش وما عندك إلا قارب واحد وإنت راكب فيه والقارب هذا ما يتسع إلا لشخصين إنت وشخص معك مين راح تنقذ من هذه الجزيرة المليئة بالوحوش الرجل العجوز ولا الطفل الرضيع كوبي بطبيعة الحال يعني وبطريقة الإنسانية واللطيفة ونظرة للحياة قال يا عمي أنا أنزل من القارب وأنقذهم الاثنين وأجلس عند الوحوش اللي أن يفريجها الله وقارب مباشرة رمى عليه القارورة وقال له لا غلط يا ورع العجوز خلي ولي خلاص عاش زمان وزمان غيره إنقذ الطفل الرضيع كأنه قاعد يقول كذا قارب أن الطفل الرضيع هذا راح يضمن أو راح يكون جزء من مستقبل هذا العالم عكس العجوز اللي عاش زمانه ما يحتاج كمان يعيش زمان غيره فمسألة إنقاذ العجوز ما هي شيء مفيد وقيمة حياة الطفل الرضيع هذا من وجهة نظر قارب وردت عليها البنت وقاتلوا يا مديريش المحاضرة التعبانة ذي اللي قاعد تلقيها للطلاب بتجننهم بتطلع لهم الشيء فروسهم حياة البشر سواسية الطفل له الحق بالحياة وكمان العجوز له الحق بالحياة بلا 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 ورد عليها قارب وقف الأم الحوار وقال لها لا المستقبل لليافعين فقط أو للشباب فقط وهذا الواقع يا جماعة رجل عجوز أكيد ما راح يعيش في المستقبل مع الطفل الرضيع هذا فإذا في شخص قد يكون له تأثير في المستقبل فهو الطفل الرضيع أو على القال هذه وجهة نظر قارب اللي قاعد أقولها لكم أنا ولكن الفكرة بحد ذاتها يا جماعة ما هي في السؤال اللي طرحوا قارب ولا في الجواب اللي قدموا كوبي انقذ الاثنين وضحي بنفسك ولا حتى في الجواب اللي قدموا قارب انقذ الطفل واسحب على أم العجوز الفكرة اللي يحاول يوصلها لنا أوديا يا جماعة من خلال هذا الحوار السريع والخفيف سريع وخفيف ولكن معناه عميق جدا هو انه ايش فلسفة قارب لأتباعه الصغار ايش نظرة قارب لأتباعه ولنفسه في الوضع الحالي قارب يشوف انه خلاص اشتعل الرأس شيبا وبلغ من الكبر اعتيا فما عاد فيه وقت يا جماعة أنا ده فيه شي بسوي بسوي لصالحكم انتم بس انتم المستقبل أنا من الماضي خلاص قارب يشوف انه خلاص هو قدم دور سواء تجاه البحرية أو تجاه العالم أو تجاه قصة عالم وان بيس والاهم هو اتجاه اتباعه اللي هم كوبي وهلميبو وبرينس بل انه قارب يشوف انه هذول الثلاثة قادرين على اكمال مسيرته بعد ما دربهم واحسن تدريبهم وزرع فيهم المبادئ الانسانية الجيدة اللي تخدم الانسان قبل التنين السماوي القذر ومباشرة يا جماعة وبعدها اخذنا الفصل الى حدث مشابه بشكل كبير اي نعم بارقام مختلفة وبطريقة مختلفة ولكن بفلسفة تعكس فلسفة كوبي واجابته على السؤال اللي طرحه قارب في بداية الفصل لما كوبي خل تيتش ياخذه مقابل اطلاق سراح اكثر من ثمانمائة جند من البحرية وهنا عزيز الوجيه تتجلى اسمى معاني التضحية وعرفنا هنا بالتحديد قد ايش كوبي بالفعل صار شخص مختلف الطفل الصغير اللي خطفته الفيدا صار من الماضي معادل وجود الان عندنا بطل جديد وشخص جديد اسمه العقيد كوبي او مثل ما سماه قارب مستقبل البحرية الحياة قناعات يا جماعة وقناعة قارب تغيرت مع تقدمه في السن لو قارب كان في عز شبابه في هذه اللحظة ما كان راح يضحي بنفسه مقابل هذولي ابدا بل انه كان راح ينقذهم وينقذ نفسه ويمحي ام الجزيرة هذه او جزيرة القراصنة عن بكرة ابي هاويرجا ولكن قناعات قارب تغيرت يا جماعة مثل ما قلنا قارب عرف انه خلاص بلغ من الكبالي عتية الرجال صار كبير حتى وان كان قادر على اطلاق الهاكي الملكي واستخدام هاكي التسلح ويا كان حتى وان كان قادر على عطب ام الجزيرة هذهك عطب الا انه لو انطرحت امامه معظلة اخلاقية مثل هذه او مشابه للسؤال اللي طرحناه في بداية الفصل فراح يضحي قارب بحياته حياة الرجل العجوز مقابل انقاذ اتباعه اللي يمثلون الطفل الرضيع فعن اي كتابة جميلة وسياق فلسفي نتكلم يا جماعة عن اي قصة معقدة ومفصلة بهذا الشكل نتكلم يا جماعة عن اي قلم يقتبس مثل هذه المعضلات الاخلاقية ويبررها من وجهة نظر كل شخصية بطريقة تخدم القصة وتخدم كل شيء قاعدين نشوفه الان نعم انه اودا اللي يجبرك انك تحترمه مع كل فصل جديد ينزل نعم انه اودا اللي جالس يبني عالم وان بيس قطعة قطعة علشان يشكلنا القطعة الاخيرة اللي اسمها وان بيس تحية تحية انتو تحية اقولك صحيح صفك يا ولد فيها عمك وان بيس عمك في فصل اليوم يا جماعة شفنا قارب في اسوأ حالاته اي نعم انا مرز اعلان ان اودا كتب حدث لشخصية عظيمة مثل شخصية قارب بهذا الشكل بس لما تشوف النتيجة او لما تطالع للحدث كده بطريقة موضوعية وتشوف المخرجات والنتائج بطريقة ما كده رح تجد انه في شيء داخلك يحترم هذا الحدث ايا كانت نتائجه قارب في هذا الفصل يقول لأتباعه انتم لها الادم مجروح تعبان وما زالت الابتسامة شاقة وجهه ويقول لهم انتم لها انا خلاص يا جماعة انتهيت ما عليكم مني انتم لها وان ما انتهى دوري في هذه الجزيرة رح ينتهي في مرحلة ما انا رجل عجوز ما عليكم مني قارب يقول لهم انتم لها انتم مستقبل هذا العالم انا كبرتكم ودربتكم وقويت عودكم لا تفكروا فيني الحين لا تخلوا الشفقة والعاطفة لهذا العجوز تعمي نظركم عن القضية الاكبر والاسمة فحياته هذا العجوز الطريحي المجروح ما هي بنفس قيمة الجنود والمواطنين الابرياء انطلقوا في البحر وانجوا بحياتكم وما عليكم مني انا بتخرج وان شاء الله انك تتخرج يا قارب لاني ما باك تموت بالطريقة هذه مرة ولانه قارب عارف قيمة كل شخص من اتباعه وعارف انه اللي معاه ما هم دلوخ كانوا دلوخ زمان الان معادهم دلوخ هلميبو وكوبي وبرنز ذال اللي طلعنا الجديد ما هم دلوخ عارف انه وراه رجال يا حبيبي انت طلعت من مدرسة قارب ايش تتوقع تطلع سبيكة احكيدة بتطلع رجال انصالفاح مستقدماكي اسطوري فقارب اعطى لي كل واحد منهم مهمة اخيرة او على الاقل في هذه الجزيرة مهمة اخيرة في هذه الجزيرة انت يا كوبي وقف اليد العملاقة هذه كيف شلون ما لشغل انت تستطيع انت يا برنز اذا كوبي وقف اليد وطاحت منها شضايا احرص ان الشضايا هذه ما تطيح على السفينة اوكي اوكي وانت يا هلميبو صح انك سبيكة صح انك الاقل قوة فيهم بس شوف اي شخص يحاول يوقف كوبي او برنز قف له بالمرصاد وتأكد ان كوبي وبرنز يقدموا ادوارهم على اكمل وجه اللي اعطيتهم اياها اوكي اوكي قارب يا جماعة ما حطهم في الامر الواقع مثل ما الكثير يتوقع قارب عارف عارف قوة كل واحد منهم وعارف انهم قادرين قارب مش قاعد يراهن كذا مسألة رهان يلا بحط الامر على ظهورهم ويمكن تزبط لا قارب عارف انهم يقدروا قارب لما قلهم انتم لها هو عارف انهم بالفعل لها حلو الكلام حلو الكلام وبالفعل يا جماعة في الفصل الماضي انا ايش كنت اقول لو فاكرين مراجعة للفصل الماضي ايش كنت اقول كنت أقول ياكوبي وريني قوتك وريني سلطنتك في أرض الميدان وريني شطارتك في أرض المعركة الكلام سهل والتضحية سهلة وتطلب جرأي نعم بس قوتك وين يا من قال عنه قارب مستقبل البحرية قوتك وين هذا الكلام كنت أقوله الفصل الماضي وبنرجع لديل جزئية بعد شوي وقارب كمان يا جماعة بالرغم من أنه وزع الأدوار إلا أنه كان مبقل نفسه دور واحد برضو في هذه الخطة وشفنا كيف قارب وقف على رجلين وخبز أم أم القراصنة اللي حوالينه كانوا متلممين زي الكلاب بعد ما كان طريح الأرض ومثخن بالجراح قام قارب وفي فريم جدا جميل ومتحمس مرة أني أشوفه في الأنيمي وصار يقفز ما بين المباني بسرعة جنونية تقريبا خمسة أو ست مباني كده إلى أن وصل إلى رأس الجزيرة ولا أدري هل قارب استخدم سكاي وولك ولا لا ولكنه وصل إلى الجمجمة بسرعة مرة مرة سريعة أو وصل إلى رأس الجمجمة اللي متكي داخلها بيزرو اللي يتحكم في الجزيرة وأطلق ضربة جديدة باستخدام التصلب والملكي أسماها جالكسي ديفايد يا لطيف أول إنشطار المجري يقلع أم اسم الضربة المرعب شيخ المرة الأولى جالكسي إمباكت سرع عليهم بجالكسي إمباكت ونتف اللي تنتف والحين جالكسي ديفايد يقلع أم القوة يا قارب ارحمني يا قارب وبالفعل قدر قارب أنه يصفق أم الجمجم ويقزمها نصين تقريبا وإنت لما تضرب أي جزء من هذه الجزيرة بضربة قوية فإنت راح تؤثر على الجسد اللي يتحكم بالجزيرة اللي هو جسد بيزرو والضربة هذه من شأنها أنها تضعف اليد العملاقة اللي طايحة أو نازل على السفينة خلونا نرجع بالزمن شوية يا جماعة علشان نعرف ليش قارب أعطى هذه المهمة مهمة إيقاف اليد لكوبي ما أعطاها الفيلم إبو ما أعطاها لبرنس أعطاها الكوبي بالذات ليش كلنا وإحنا ننتظر الفصل تقريبا كنا منتظرين كذا معجزة تصير تدخل من شخصية جديدة شخص من برة يجي يقص أم اليد أو قارب بنفسه يقوم يوقفها ولكن ما أحد كان متوقع أبدا إن كوبي هو اللي راح يوقف هذا اليد العملاقة كوبي؟ كوبي؟ أبو شعر والدي؟ طيب ضعيف الله يوقف أم اليد هذه؟ يقل عم الصدمة فأخذنا أودة بفلاش باك سريع جدا ما بين قارب وما بين هلميبو وعرفنا فيه إن كوبي كان يتدرب بشكل شبه يومي إلى أن تنزف يدينه الدماء كوبي كان يروح يلكم السفن الحربية اللي قارب كان يتمرن فيها على نفس نهج قارب وعلى نفس نهج أوكي جي كوبي ضعيف الله طيب كان يلكم سفن حربية يا عيال وفي الفلاش باك شفنا نظرة فخر واعتزاز جميلة على وجه قارب حتى في الجزيرة هذه حتى في الحاضر شفنا قارب قد إيش فخور بكوبي قارب عارف إن كوبي قادر يعرف إنه قادر وبالفعل شفنا كوبي أنا كنت أطلب الفصل الماضي أقول يا كوبي ورينا آهو كوبي وراك اليوم يا وجيه مبسط أطلق ضربة تشبه بشكل كبير إحدى الضربات اللي يطلقها قارب ولكن بمسمى مختلف وكان اسم الضربة واللي ترجموها المترجمين اللي يعطيهم العافية بالصدام الصريح طبعا كلمة تجيب أكثر من معنى الصدام الصريح الصدام المخلص الصدام الأمين ولكن كلمة الصدام الصريحة حسها أكثر كلمة أصف الضربة فعلا يا جماعة مرة ثانية كوبي مين كان يتوقع إن كوبي يطلع منه كل هذا بالله كنت تتوقع والله ما ظنت كوبي قدر إنه يشطر أم اليد العملاقة قسمين وعلى نفس نهج قارب لما ضرب الجمجمة أثرت على بيزرو برضه كوبي أثر على يد بيزرو لما قسم أم اليد العملاقة ديم يا القوة يا كوبي أوكي إنت الآن مستقبل البحرية رسميا كوبي يا جماعة خلوني اتفق أوكي كله بيسمعني كوبي مستقبل البحرية حلو حلو وبعدها برينس برضو أوقف الحطام بطريقة جدا جميلة وقدم دوره اللي أعطيها قارب على أكمل وجه وهلميبو بعدها أخذ كوبي ودى إلى السفينة وأصبح الجميع على متن هذه السفينة عدا قارب لم يكن على متن السفينة بل كان طريحا في جزيرة القراصنة وقال قارب كلمات الأخيرة بكل فخر واعتزاز كلمات جدا مؤثرة وملهمة يا جماعة أبحروا بعيدا أما أنا فسأتدبر أمري سلامتكم هي الأهم ما فعلتموه هنا سيدب الرعب في قلوب جميع القراصنة فأنتم مستقبل البحرية مش بسكوبي لا لا كلكم أيها الأطفال الرضع مستقبل البحرية الله عليك يا قارب الله عليك يا فخر البحرية ويا بطلها طيب نيجي للشيء الوحيد في فصل اليوم اللي يتطلب التحريات يعني الباقي كله واضح صراحة السؤال اللي انطرح في نهاية فصل اليوم وصار فوق رأس كل شخص قرأ الفصل هل قارب مات ولا لأ؟ هل هذه نهاية قارب ولا لأ؟ هل راح يتدبر قارب أمره مثل ما قال ولا لأ؟ طيب يا جماعة اللي نعرفوا إنه قارب مجروح جرح عميق في صدره أو في بطنه جرح عميق ووصفه أوكي جي وقال له جرحك عميق وين رايح؟ الجرح هذا في حيانكم نسيته تسبب فيه شيريو المطر عليه من الله ما يستحق ولكن السؤال هل هذا الجرح قاتل؟ هذا سؤال أول السؤال الثاني والأهم هل راح تكون نهاية قارب بهذه البساطة؟ أوكي التضحية اللي قدمها بنت كلب أوكي الفايت اللي اعطانيها بنت كلب بس لا ما أبغى النهاية دي أبغى نهاية تكون أفخم وأقوى من كذا أبغى نهاية تليق ببطل البحرية قارب ولكن بعيدا عن العاطفة هل ممكن ينتهي قارب بهذا الشكل؟ وارد ولكن بنسبة ضئيلة أني أعرف أن أودا مستحيل يكتب حدث بذي البساطة الله الحدث مو بسيط يا وجيه بس أنت معاك شخصا أنت معاك عاطفا ولكن يا جماعة ومن وجهة نظري أن دور قارب لم ينتهي بعد أي نعم أنا ما زلت أقول لكم قارب ممكن يموت في مرحلة ما ومش بالضرورة يموت ولكن دوره راح ينتهي في القصة في مرحلة ما متى؟ الله أعلم بس بالطريقة ذي لا أعتقد ومثل ما قال كثير من المتابعين في بث أمس الرمحة الجليدي اللي موجود في صدر قارب حاليا ما هو لغرض قتله بقدر ما إنه لغرض إيقاف النزيف وكلنا نعرف حركات أوكيجي يسوي إنه يقتل وهو ما قتل هرب روبين من هنا وجمد سول من هنا وطلع في الأخير سول عايش ففكرة إنه الرمحة الجليدي هذا اللي مخترك صدر قارب حاليا هو لغرض إيقاف النزيف أكثر ترجيحا من إنها كانت ضربة قاتلة له لأني ما زلت مؤمن ومتيقن إن اللئيم ابن اللئيم ذال اللي اسمه أوكيجي مستحيل مهما وصل فيها الحال من دناءه مستحيل يقتل معلم وقائد قارب أبدا والله أعلم إنه أوكيجي بالفعل ما قتل قارب حاليا إنما أوقف نزيفه سد الجرح بجليد وبيتركه يتعافى وممكن ينسجن الله أعلم وأعتقد والله أعلم إنه أوكيجي في مرحلة ما راح يحاول ينقذ قارب من هذه الجزيرة فموت قارب في هذا الفصل أنا ما شريته وموت قارب بواسطة أوكيجي برضو ما شريته إنت شريت؟ أكتب لي في التعليقات لذلك يا جماعة احنا كلنا عارفين إنه أوكيجي مستحيل يخدم تيتش لأنه يبغى يخدم تيتش أو يحقق مصالح تيتش احنا نتكلم عن شخصية قوية أوكيجي ماهو سهل أوكيجي شخصية قوية ومخضرمة ومعضلة اللعنة وجوده في طاقم تيتش شئنا أم أبيناه هو لغرض مجهول إيش هو الغرض؟ الله أعلم يخدم الجيش الثوري يحاول يحقق مصالح ما نعرفش هي مع بيقابانك مع دراغون مع مدنمين المهم إنه وجود أوكيجي مع طاقم تيتش ماهو إلا لغرض مجهول وليس لخدمة مصالح تيتش ولكن علشان يحافظ أوكيجي على تجسسه ودوره اللي متقمصه كان لابد إنه يقاتل قارب قدامهم شفتوا أنا معاكم ماه قاعد يقاتل البعرية قاعد يقاتل معلمي قارب لأنه لو أوكيجي أظهر شوية تعاطف مع قارب على طول راح ينكشف تجسسه ورح يقلب عليه تيتش وطاقم تيتش على طول فأوكيجي غرس هذا الرمح الجليدي في صدر أو في بطن قارب علشان يوقف النزيف بإذن الله هذا توقعي وتوقع الكثيرين بإذن الله وارد برضو إنه في المستقبل لو ما مات قارب إنه نشوفه مسجون في جزيرة القراصنة وتيتش يحاول يفاوض فيه لأنه كوبي كان ورقة ضغط جدا قوية على حكومة العالم والبحرية والبحرية بالتحديد ولكن قارب ورقة ضغط قوية جدا بعشرين ضعف من كوبي ومش بس للبحرية كمان لحكومة العالم لأنه قارب هو البطل اللي حماهم وقف الأمة الليلة في القود فالي فتيتش ممكن يأخذ قارب ويبدأ يفاوض حكومة العالم على إثر وجود قارب عنده فدور قارب في القصة لم ينتهي يا جماعة قارب لم يموت ولن يموت بهذه الطريقة ممكن يموت مستقبلا بس مش بهذه الطريقة ومش على يد أوكيجي أوكي والحمد لله يا جماعة واخي تاما والحمد لله الفصل القادم رح نرجع للإقهيد رح نشوف لوفي زورو سانجي ها وحشون الفصل القادم رح يعيدنا إلى جزيرة المستقبل ويبدو أننا مقبلين على أحداث مرعبة يا جماعة سفن البحرية متجهة للإقهيد وعلى ظهرها مين كيزارو والمريخ من الجيروسي اقتربت المصيبة اللي رح تقلب العالم رأسا على عقب الله يخارجنا الله يخارجنا بس تبيعنا تحريات في إيش المصيبة والبقعة الكبيرة اللي رح تصير في الإقهيد ولكن يعني في حال أنه عندك بقعة أو تحريات جديدة كده ما شفتها موجودة في الإنترنت اكتبها لنا في التعليقات إيش تتوقع المصيبة الكبيرة اللي ينتظرها العالم واللي رح تهز العالم في الإقهيد يعطيكم العافية يا جماعة هبولنا واحد لايك للفيديو لو أعجبكم اشتركوا في القناة وتعالوا تابعنا للمواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش عندنا بثوث يومية وأسبوعية في تويتش تقدرون تجد تشوفوها معنا هنا كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم